دولة محتلة دولة فقدة كل مقدرات السلطة الوطنية هذا الواقع فهذا كله أدى إلى فقدان لبنان لكل مصدقية مصدقية تجاه العالم العربي والعالم الغربي هناك مصدقية في لبنان إذا اليوم يجي حدا يحكي مع لبنان مع مين يحكي؟ يحكي مع رئي جمهورية يقول لك رئي جمهورية بموجب الطائف ما هو المسؤول يحكي مع رئيس الحكومة رئيس الحكومة مطوّق القرار ليس بيده مثل ما حكينا القرارات السيادية يتغيره مجلس النواب نعرف كيف يتحرك الحكومة كذلك أمر الحكومة هي بقولوا حكمة حكومة واحدة وطنية إنما حكومة لاحكم ما عم تقدر تحكم بصفة تركيبتها بده كله بده إجماع وكله بده ويفاء ما عم تتعطل مسيرة الحكومة بهذا السبب فلذلك من الطبيعي إنه العالم يفقد سيئته بالبنان من الطبيعي إنه المواطن اللبناني عم يفقد سيئته بالبنان الأخطر عنصر أخطر من قضية الاقتصاد وأخطر من قضية السيادي وأخطر من كل شيء هو الهجرة هجرة الشباب من لبنان هجرة الشباب الشباب المتعلمين ما في شاب عنده طموح متعلم عنده شهادات عالية وقادر يختم هالبلد إلا ما عم يخد فيزا تيروح على كندا وعلى أستراليا وعلى أوروبا والعالم العربي فاللبنان هدا أخطر ما عم نتوقف عنده هالعنصر هدا بس أخطر ما عم نعيني منه اليوم هو هجرة الطاقات الخيرة الشباب النيرين الشباب المتعلمين اللي نحنا تعبنا كتير عليهم علمناهم بالابتدائي والسانوي والجامعي أخذوا خبرة طويلة عريضة إدرين وصلنا لمرحلة كل هالتوظيفات كلها بدنا نجي نقطة في صمارها عم بروح الشاب هدا يوظف كل هالتقديمات هدي عم بيجي يوظفها بخارج بلده ونحنا تدريجيا عم بي عم بختير الجيل الإداري أو الفريق الإداري أو الفريق اللي اللي مفروض يقوم هو بمسؤولية إنقاذ البلد عم بيختير لأن الشباب اللي مفروض اللي عمره بالثلاثين واربعين سنة اللي هو خيرت اللي بيقدير يعطي أكتر شيء لوطنه عم بيسافر للخارج ونحنا طاقاتنا اللبنانية بالخارج رهيبة يعني إذا تروا على أمريكا ما في شركة كبيرة بأمريكا لتلاقي اللبنانيين بمراكز قوية بالإدارة الأمريكينية بالفرنسا بالعالم العربي بالأسيمة بالخليج ما في شركة كبيرة إلا ما بتلاقي مسؤولين كبار منها من الأصل اللبناني يعني نحنا عنا طاقات رهيبة طاقات خيرة طاقات يعني مميزة هالطاقات هذي بدما نوظفها بلبنان متما كان فيه بالماضي كلها عم تهجور مين عم بيبقى؟ عم بيبقى أو عاطل على العمل أو فيشل أو عنده بعده عم بيتسلى بأضايا تركين أهله شركات صغيرة مؤسسات صغيرة عم بيديرها بينما اللبنان القادر ليك مثلا يوجه له الخير وينقذوا من هالورطة كارلوس غصن مثلا كارلوس غصن لبنان تعلم هون بالمدرس اللبنانية تأمر انقذ أهم شركة باليابان اسمها يدي نيسان عندك كارلوس كذلك أمر مكسيك بالمكسيك عندك كارلوس سليم كمان لبناني عندك أهم طاقات عندنا شركات ضخمة بأمريكا فيها كان شركة فورد كان مديرة كمان كذلك أمر لبناني شركة مشلان للإطارات كمان مديرة كان لبناني يعني أكبر شركات عم بكون مدرقة لبنانيين نجي نحن على لبنان هون نلاقي ما في حدا عتموا الطريق طاير طاير على هذا بتاقي لبنان ماشي مطاكت ماشي فمن هون خطورة هال نتيجة هال تساهل نتيجة هال السياسي العقيمي اللي فورد على لبنان كل هالفتر هايدي من نتيجتها هي هجرة الطاقات الخيرة الطاقات المميزة اللبنانية هاللي لسوء الحظ اليوم اللبنان عم يفتئدها